مشاهدين الأحباء مستمرين أن يقوم في فقراتنا في برنامج محطات ونحن نروح إلى فنجان محبة واليوم هو أن ضيفتنا رسل إسماعيل كاتبة برزة خلال السنوات الأخيرة الكثير من المنظمات التي تتولى مساعدة الشباب على اكتشاف ذواتهم وواهبهم ونقاط قوتهم وضعفهم ووضعت رسالة خاصة بهم في الحياة والخطة تنفيذية لتحقيق هذه الرسالة وعلى اكتساب المعرفة النظرية والأدوات العملية التي تساعد الشباب على تحديد أولوياتهم في الحياة وتنفيذها وعلى التعرف على مبادئ التواصل مع أفراد المجتمع وأدواته واكتساب مهارات التواصل الفعال نتوقف أولا عند لقضة مساعدة الشباب على اكتشاف ذواتهم وماهبهم وتحديد رسالتهم في الحياة والوسيلة إلى تحقيقها وذلك لأمور تعلق بضيفتنا الأديبة أو الواعد رسل إسماعيل أحنا وسلم بيج وشرفتنا في برنامج محطات أحنا وسلم بيج اليوم كنا نتحدث عن منظمة رؤية للإبداع وأردو أعرف من خلال شتيشوكة انضمتي هذه المنظمة انضميت من 2019 استمرت وياهم من خلال تقديم المحاضرات من قبل المسؤولين الأساتذة الأستاذ رؤى والسورة وأستاذ محمد وأستاذ ناظم كانوا يقدمون لنا محاضرات نستمر من خلالها ويطلنا يعني مثلا دورات مثلا مكثفة مثلا يطلنا عليها واجبات عليها درجات يشوفون يسوينا اختبارات بسيطة نسوي إحنا عليها نكتب نصوص قصص كذا حلو شنو تعرفت منظمة رؤية للإبداع وتقييم تجربة ثلاث سنوات ياهم كل شي حلوة كل شي رائعة سوينا احتفالات شاركنا بمهرجانات سوينا كتب ورقية ومشتركة شاركنا بمهرجانات الكتاب والمعارض فتجربة كل شي حلوة هاي التجربة تتحدثينا على نتحسيها انه هي غير الشخصيتش اللي أحسن اضافت لش مثلا اكيد احشينا على هاي التجربة مثلا اكيد كيف غيرت عدتش انا اول ما بديت يعني بالكتابة بديت كتابات بسيطة ومشان أحد يعني يدعمني وهي شي بس والدي الله يرحمي هو كان المشجع علي فبعدها انتقلت الوسائل مع السوشال ميديا اي دخلت لهي اول ما دخلت انضميت المنظمة رؤية فيعني من خلالهم انا قدرت انه اطور ويعني اطورت للاكثار خلنا ما حدثش عن الكتب خلنا نتحدث عن كتاب ضلال وشناشي ضلال وشناشي قناديل القمر خلنا ثم رح نحشى عن قناديل القمر ويعني خلنا نحشى عن الكتب اللي انت عملت اي اشتركت وياهم بنصوص نثرية بقناديل القمر واشتركت بكتاب قصص شاركت بقصتين بضلال وشناشيل وهسا عدنا طبعة ثانية من 2021 يما رح نشارك بيها بمعرض الكتاب ان شاء الله هاش تحدث عن شنو تحدث يعني قناديل القمر اللي هو الكتاب الاول نصوص نثرية يعني اما الضلال وشناشيل لا قصص يعني مختلفة بيها خيال بيها واقع سياسية هيتش امور يعني انا دائما في كل مجال تدخلي لأكو احد يساعدك ويدعمتش للدخول لهذا العالم منو ساعدتش وخلي شجعتش ان الدخلين لعالم الكتابة والاستمرار بيها اول شي يعني احنا العراقيل اللي تواجه الكاتب او اي موهبة يمتلك شخص آخر فهي شنوه انه ما احد يدعمه يعني هو يدعم ذاته وبالتالي الفرقة التطوعية هي تدعمنا وتكونوا ينا وتساعدنا بس من خلال اني عن نفسي احتي اهلي ساعدون وشجعوني كل شباب سين شون اكتشفت قدرات شنتي بداية كل واحد عده ما هو بيكتشفها شون اكتشفت قدراتش الابداعية في الكتابة وكيف اكتشفت ذلك يعني شون صار عندش انه تقدرين روسو تقدر تكتب اي 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 اول ما دخلت انا دخلت بقرب على الفيسبوك الكتاب الادب الروسي فاول كتاب قرأته كانت دوستايفسكي فبديت من خلالها انه انا يعني صار اعدي الهام للكتابة وبديت اكتب اي فاستمرت بهذا المجال وهسا حالين يعني ناوي انه اكمل بقصيدة النثر اللي انشفت نفسي بيه زين زين المن اختارتي مجال الكتابة يعني ليش اختارتي هذا المجال بالكتابة بالكتابة هي ملجأ يعني تعبري عما بداخلش مثلا اكيد اي الانسان لما تتركم عليه ويسترعلي ضوطاته هواية فيروح يبحث عن متسع عن ملجأ الي يفرغ بيه هذا الضغط طاقة اي فرغ بيه هذا الضغط اللي هو دي يعاني من عنده يفرغ بيه هذا الالم اما يلجأ الموسيقى او الكتابة او الرسم اوه من الفنون نعم انت ذكرت انه تقرأين لأحد الكتاب بس هذا فقط تقرأي له لو انه تقرأي لأكثر من شخصية لا اقرأ لأكثر من شخصية يعني اقرأ بين الادب الفرنسي الانجليزي الروسي الالماني العربي همين فيتي يعني متنوعة قرأتي يعني ما يعني في الادب معين اقرأت طيب شنو هي الرواية او القصة المحببة اللي تكون قريبة لقلبك الرسول هذا سؤال صعب شوية ليش لانه كل ما تقرأين اكثر راح تشوفين انه يعني تشوفين هذا الكتاب مفضل اكثر من اللي قبل يعني كما تقرأين اكثر حتشوفين شي مختلف اكثر يعني معرفان كل هم مفضلات عدي طيب عندش العديد من النشاطات الادبية والثقافية حدثين عن التجربة باختصار يعني شنو التنويع بهذا الموضوع كله شون يعني يعني انت عديش تجربة بالادب والثقافة اليوم انه انه كتبتي بهذا الموضوع وكان التجربة متنوعة عديش شنو يعني انت لي سوايتي بهذه النشاطات شنو قدمتي منه يعني شاركتي معارض شاركتي معرجانات رحتي مثلا سافرتي وفقط بكتب هذه المنظمة فقط لا كنت بس بهاي المنظمة فقط حاولت انه اطور نفسي بس يعني بعد يعني مجهزة انه اطلع يعني بشكل كامل انا احاول انه اصل للمرحلة اللي انا اريدها يالله بعدين اطلع ومثلا اقول انه اني يعني كاتبة ممتازة وهي شي لانه بصراحة ده احس نفسي انه لقب الكاتبة ما احب انه خلي ألقاب قدام اسمي يعني الكاتبة او شاعره حسي بداية مرحلتك بعدش اي اي بعدني بعدني بالبداية طيب شنو رأيتش موجة موقع التواصل الاجتماعي اليوم احنا قدرنا هي نقول الساهم يعني اليوم في يعني متابعة القارئ لالانتاج العدبي اليوم انه امكين انه انا بدلا ما ادير على التشنال او اشوف او اروح على موقعش السوشال ميدي صارت اقرب التلفون مباشرة شنو رأيتش به هذا يعني خليش تشترني بسرعة القارئ شوية يقرأ الكتاب مثلا ايجابي او سلبيطة رأيه هو حلو انه الواحد استخدمت يقصد يعني اي استخدمت القراءة من خلال البي دي اف يعني السوشال ميدي وطابعاته هو من الكتاب همين يعني همين اشوف بها فائدة يعني لو استخدمها الشخص بشكل صحيح سيلاقي بها فائدة اجدتش انتقادات اكثر له ايجابيات بس او الانتقاد دائما نحق النجاح خلي بارش انه دائما الاشياء السلبية او الانتقاد انه يحفز انت تخلقي النجاح اكيد اكيد هو هذا لازم هيجي طيب اكو مهمات فقرات كلمات خواضر انه تستخدميها على السوشال ميديا صح على المنصات الاكترونية انت تتابعيها شوفين شنو جدواها ونفعها للمشاركين النفع انه هي تحرك الخيال يعني الكاتب يحرك خياله لما انتها ستجين تطين فد محاضرة اليه تقولي له فد مشهد وهو يجي يكتب عليه حتشوفين انه انت حركت خياله وخليت يفرغ اللي بداخله يعني فهذا شي حلو انه الانسان يطلع اللي هو يشاركون بهذه المنصة هو يشاركون طيب اليوم مهمة احنا اليوم انا اعتبرك شباب انه لكم مهمة في تطور تنمية المجتمع اليوم انه المجتمع دائما يتحلى بالجيل المثقف يعني انتي مثقفة تخلقين على المثقف تخلق الجيل المثقف انت هاي الثقافة اليوم تتوقعين انه يتأثر فيها المجتمع اكيد خصوصا المحلي اكيد يعني اذا يعني نشأة صح نشأة صح نقدر نأثر ونسوي يعني بس هسا يعني حاليا شوي يعني اكورا كاكة يعني اوكي يعني ملكه تلدي انو متحمس او بعض الراحل اكثرهم الناس يدقون للحيط مثلا يكتبون حد اننه هايش يجتهر او يقدم على الفيس وهمه يكتب مثل شعراء بعض الاحيانى او اي 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 بالضبط يعني ملكه التي جدي الكتابة يعني اي 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 اكيد صحيح طيب اشاركت مع رجانات القتلة ولا مسابقات في المنظمة؟ اه لا شاركت بمسابقات المنظمة اشونه يها؟ وحصلت على التقييمات منها همين شاركت بالقصة وشاركت بالقصيدة النثر همين فأخذت يعني امتياز بيها نعم خلت حدث عن الدراسة هي الدراسة دائما تعتبر تثقيف ووعي اليوم وشهادة المدرسية تفيد أكيد في تمكين الفتيات من التحقيق طموحا الوظيفي والعلمي في المجتمع شون تحصلش الدراسة؟ خرجت سادة سادة 2021 نشترك كم لا؟ لا قدمت هاي سنة جامعة بس بعد ما طلع القبول علمي لو أدبي علمي علمي ناويها كلية إن شاء الله الآداء بقسم ترجمة ترجمة هاي حضيتش اتفيد لك بالكتابة؟ اي لأنه أنا تريدين باللغة العربية انجليزية؟ راح أقرأ كتب أصلية ها فا اتفيد؟ اي اتفيد طبعا يعني انت من دخلت هذه المنظمة شون طموحيش تحقيقي بعد اكثر انه اوصل السماء الابداع وخلي النصوص مالاتي مثل النجوم المتلألة هناك تمام اليوم أنا عندي هذه الهواية وبعض الأحيان أحتاج كثير من المساوية ونصر على المواقع التواصل والكل يستفاد منها شو أنت قدريني اليوم أنه من خلال شاشتنا أتنصحين أي أحد عندها هذه الموهبة ما يتردد يعني البعض يقول لك أنا خاف أكتب خاف تعرفين الانتقالات بعض الأحيان تكون جارحة لابد من الفشل وصعوبات اي لازم الإنسان يقوي نفسه يعني حتى لو يفشل؟ اي حتى لو يفشل عادي ما بيها شي اي فخلي يبدون هي النجاح يبدو بخطوة فحتى لو كانت هذه الخطوة خطوة فشل فعادي خلي يبدي خلي يستمر أنا هو يفشلت وحتى جدتي أوقات قررت أنه أعوف بيها الكتابة نهائيا وما عفتها ما عفتها استمريت بعد ودت الله الرحمن مني شجعك حاليا جدتي أم أمي الله يخليها اليوم من تكاملين كتابة النص مالتش منه أول شخص يقرأ ويقول لش مثلا عندك فلان شي صح وفلان شي غلط وجلزم تستمرين ألي ينتقدش يعني مو ينتقدش أو يوجهش يوجهني اي أذكر المهندس علي صديقي بالفيسبوك يعني توصل ويا فهو يعني يشوف يعني متابع النصوص مالاتي كلها من خلال القواعد من خلال هو ورد تقولش هو القواعد والنصوص تحتاج لغة عربية اي اي قوية لازم تحتاج بالإملاء لازم أنه تدقيق قبل الطباعة اي اي فعلا هذه كل الأشياء تحتاج أنه تتعلميها صحيح اليوم هو ده يساعدش بهذا الموضوع اي فهو يساعدني دائما يوم عندك صديقائي يعني قدروا يساعدوك حلو من هو من جيلتش أو من خلال مثانوية أنه كانت مثلك مثل عندها مواهب وما قاعد تطورها أو بطورتها يعني بالواقع اي ما كان عند حد مس انتي خلال المدرسة هاي تجربتش ما فالتش خلال بالمدرسة بالمدرسة الأستاذات مالتي الأستاذة مالتيهم كانوا يشجعوني يعني أستاذ العربي طيب ومدرسة الإنجليزي يعني كانوا يشجعوني دائما أنا أتمنى لشتوفيق يعني وإن شاء الله يعني أجي بي كثب مرة ثانية حتى أقدر أقراها اي إن شاء الله إن شاء الله حتى نشوفوا اليوم انتي يعني مثال يعني اليوم الموهبة والتي تحقق نجاح شكرا إليك شكرا إليك وشرفتين في برنامج محطات